من خلال تواجه بمنطقة حتيا لفت انتباهي هذه النبعة تسمى عين دفلة تبارك الرحمن ترى على نقاوة الماء الموجودة هذه العين تعود بناء على كلام أهل القرية هي تعود للعهد الروماني يعني شاهدنا نحن الجرن الموجود بالإضافة للتمديد كان فيها عين سابقا أو موجودة على مسافة أبعد ولكن تم ردمها وحاليا الموجودة هذه النبعة اللي الناس هون بتستخدمها لاستقاية أراضيها طبعا المي هالأما هي قوي جدا لأنه متشعبي لعدة أنابيب حواضعينها أهل المنطقة هون ولكن في العموم يعني طعم المياه بالإضافة للشاي اللي عبي عملوه فيه شي رائع جدا في كثير من هدول الشغلات البسيطة إن كان مثلا الينابيع اللي بتعطي جمالي حتى يعني لترتيب المناخ الموجودة هون بهاي المنطقة فهو رائع جدا في عنا مناطق حلبي ببلدنا ولكن الناس اللي بده تطلع مو في الضرورة أنا روح على أماكن كتير غالي لحتى تمتع في جمال الطبيعة ولحتى فعلا نكون فيه أطلالي حلوي وظريفي لا بإمكانها بس بجولة بسيطة لنشوف إين هي أحلى الأماكن نشوف الأماكن اللي خرج فعلا نجلس فيها والأهم من هيك كله أنه الناس هون يعني في العموم إن كان أهل المحرر عامة والناس هون في المنطقة هني ناس مضيافين ما حد رح ينزعج أبدا بالعكس نشوف الكرة موجودة عندهم والأحلى من هيك إن شاء الله نشوفكم بينابيع أحلى وأحلى وحاليا مقبلين على ربيع ورح يكون فيه بإذن الله تصوير لكتير من المناطق اللي لأول مرة بتأكيد رح تكونوا بتشوفوها السلام عليكم